موسيقى نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة البيان الإماراتية التي نقرأ منها القبض على أكل لحوم البشر في روسيا أوقفت السلطات الروسية زوجين يشتبه في أنهما قتل امرأة وأكلها والتقطا صورا تظهر فيها أشلاء جثة مقطعة بحسب ما أعلنت الشرطة وعثرت الشرطة في بيت الزوجين على أشلاء من الجثة موضوعة بماء مملح إلى صحيفة الغد الأردنية التي اخترنا منها لكم مريض في غيبوبا يستجيب للعلاج بعد 15 عاما استعاد مريض في فرنسا جزءا من واعيه بعد أن استمر في حالة غيبوبا طيلة 15 عاما واستجاب المريض لعلاج تجريبي تلقاه لمدة شهر تضمن استزراع محفز للعصب داخل صدره واستطاع المريض من بعده أي استجيب لتعليمات بسيطة وتحريك رأسه ومتابعة شيء ما بعينيه واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية جوجل تطلق جاكت ذكي جديد يتحكم في هاتفك تعاونت شركة جوجل مع شركة الملابس العالمية ليفايس من أجل تطوير جاكت ذكي جديد مصنوع من الجينز بتكلفة 350 دولار وأهم ما يميزه هي منطقة الأكمام التي تساعد المستخدم في التحكم بهاتفك الذكي وأداء وظائف مختلفة مثل تشغيل الموسيقى وغيرها من المهام صحيفة الأيام البحرانية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم الإمارات تطلق أكبر مدينة فضائية في العالم أطلقت الإمارات مشروع بناء المدينة الفضائية الأولى من نوعها التي ستتخذ من داخل حديقة منطقة مشرف في دبي مقرا لها بتكلفة تعادل نحو 137 مليون دولار لتشكل بذلك أكبر مدينة فضائية يتم بناؤها على الأرض وتشكل نموذجا عالميا صالحا للتطبيق على كوكب المريخ ختاما مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية روبوت يمكنه الالتصاق بأدسام القروش جاء في تفاصيل الخبر ابتكر باحث صيني روبوت يمكنه الالتصاق بأدسام القروش البحرية في أعماق البحار وهو ما يتيح إمكانية جمع البيانات عن الكائنات البحرية المختلفة واستوحى الباحث فكرة الروبوت من فصيلة أسماك صغيرة تعرف باسم اللشك وهي تلتصق بأدسام القروش وتتغذى على بقايا الطعام التي تعيش على أدسامها نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك ترجمة نانسي قنقر